دي النقطة المهمة بقى دكتور طارق يعني دايماً لما بيكون فيه اتفاق بيجي عند بعض التفاصيل الصغيرة وبيختلف عليها الطرفين في النهاية وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المحادثات هل حدك شايف أنه ممكن يدفع في اتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه وخرج في هذا البيان؟ يعني شوف أنا مش من الناس اللي بتدي دور أوي للجانب الأمريكي جانب الأمريكي هو بيلقي المهمة على للأمانة تقتضي يمكن شهادتنا مجروحة لمصر أكتر يمكن لأنه خبرة مصر كبيرة وطبعاً الفريق التفاوض الأمريكي ملم بتفاصيل كثيرة لكن هو يدرك أنه الرؤية أو المقربة الأشمل عندنا في المصر فبالتالي هو بيشتغل معاك على هذه القاعدة الرئيسية بمعنى أنه بيترك الأمور التفاصيلية هو قيمة المفاوض الأمريكي أنا في تأدير الشخص الحكتيني أستاذ محمد النقطة الأولى هو الضغط على إسرائيل لتمرير الاتفاق ودي نقطة مهمة الجميع طلب بيها فحضرك هتسأل طب ليه دلوقتي هل هو في الوقت الضايع خلاص الإدارة الأمريكية بتلمم أوراقها طبعاً في مكاسب هتجنيها الإدارة الأمريكية لازم نقول جزء منها مرتبط بالحزب الديمقراطي مرتبط بالمؤتمر بتاع الحزب الرئيس جو بايدن عايزين الرسالة نحقق مكسب بيتكلم طبعاً لجليات عربية وإسلامية مفهوم طبعاً في مكاسب للإدارة الأمريكية والولايات المتحدة عشان توقع على ده قدت قائمة تحفيزية لإسرائيل زي ما حضرتك عارف 20 مليار دولار موضوع الـ F-15 و F-35 تسريع تسليمها 3.5 أيضاً مليار للمساعدات الخارج البرنامج ففي تفاصيل هم مدوا قائمة تحفيزية لإسرائيل لدفعهم إلى هذا السؤال هلنتنياون سيتجاوه لدفعهم إلى هذا أو لاستكمال الحرب يعني الحرب انتهت يعني مش هكون صادم لحضرتك وإحنا قلنا هذا الكلام منذ أكثر من أسبوعين الحرب انتهت في غزة اليوم هي عمليات عمليات بمعنى قبل حتى ما يعلنوا معلنوا رسمي بمناسبة سوز محمد أول مبارح لكن العمليات العسكرية الكبرى انتهت في قطاع غزة الآن الحديث عن تمشيط لبعض العمليات يعني هتقولي إزاي ما هم بيعملوا لسه بيستهدفوا مواقع مدنية بيستهدفوا مدارس بيستهدفوا مستشفيات دي نتيجة لمعلومات استخباراتية بتأتي من قبل فرق المستعربين والفرق الأمريكية ديلتا وفيه فرق بريطانية بالمناسبة التلاتة بيشتغلوا في القطاع فبتبقى فيه معلومات متوفرة عن احتمالية وجود عدد من المحتجزين عدد من قيادات حركة حمس مدينة هل بناءنا على معلومات فعلا ولا هو استعراض قوة والتأكيد على بسط إدهم في هذه الأماكن لا هي معلومات أكتر منها لأنه بطبيعة الحال استهداف بعض المنشآت المدنية إسرائيل بتتخوف الآن من ضم هذه الملفات حضرتك إلى الجنائية والمحكمة العدد الدولية لأنه كمان خلال فترة وجيزة جدا ستزل مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء نيتنياهو أركان وقضى التشكيلات ففي تفاصيل كتيرة جدا في إسرائيل تفصل لحضرتك ليه هم النهاردة يسعوا إلى الوصول الاتفاق لأن هذا الاتفاق أيا كان هو اتفاق هيبقى رابح في الجميع رابح في إسرائيل رابح في حماس رابح في الإدارة الأمريكية وبالتالي مهم جدا النص السؤال هل الست أسابيع للمرحلة الأولى هتبقى كافية لأول وقت بيمر كافية وملزمة خلينا برضو نتفق على قصة محتاجة تعهدات وضمانات الجانب الأمريكي أعلن في المفاوضات التزاموا بها يعني هتبقى فيه تفاصيل كتيرة قوي في المرأبة في الأطراف اللي هترائي بحضرتك الاتفاق في الأعداد اللي راجعيني يا أستاذ محمد في المناطق الشمال هتبقى إيه الصلاحيات للوفدة هيشتغل إزاي فيه مرأبة للعناصر اللي هتعود ترجمة نانسي قنقر